هيا كمالا مشاهدين من جديد احتفلت جائزة الشيخ حمدان بالراشد آل مكتوم للعلوم الطبية باليوم العالمي للأمراض النادرة بمشاركة عدد كبير من الأطباء المختصين والمعنين المزيد من التفاصيل في التقرير التالي هو يوم الأمراض النادرة يصادف من كل سنة 28 فبراير وفي هاليوم العالم كله يحتفل بالأمراض النادرة ويعرف المجتمع بالأمراض النادرة نحن هنا في دولة الإمارات من خمس سنوات بدين نحتفل بالأمراض النادرة وهاي على خمس سنوات متتالية ومثل ما لاحق الحضور قوي في حضوظها للحدث نفسها اليوم كانت التركيز نفسا يكون جائزة حوارية وشراكة ما بين الأهل وما بين الجهات المختلفة في الدولة من الناحية الاجتماعية من ناحية الدينية من ناحية الطبية النفسية من ناحية الأمراض النساء والحوامل بحيث أن تكون تبادل مشترك ما بين الجمهور نفسه وما بين أصحاب الأختصاص في الموضوع نفسه تبادل الخبرات وطرح الأسئلة وإجابة إليها الهدف من هذا اليوم أساسا أن نحن المجتمع يكون عارف شو هو الأمراض النادرة عارف شو متطلبات الطفل المريض بالأمراض النادرة كمدرس كمعلم يعلم الطفل أساسا في المدرسة نفسها كطبيب يعالج ويتابع هذا المريض نفسه حتى كزميل دراسة أساسا عند جياها في المدرسة نفسها أن هذه لهم احتياجات لهم وجود لهم كيان أساسا ولازم نحن مع بعض يدا بيد ويوما بعد يوم نساعد ونتكاتف الجهود نفسا نساعد هالمريض ونوصله بحيث أن يكون شخص فعال في المجتمع النفسه نحن سعيدين في وزارة الشرون الاجتماعية أن نشارك في هذا اليوم يوم الأمراض النادرة بحيث أنه نحن نأخذ معنا الاعتبار أنه هناك أثار اجتماعية ونفسية على الأطفال أولياء أمورهم اللي بعانوا من هذه المشكلة لدينا مجموعات الدعم الذاتي اللي بتساعد هاي الأسر فإنها تتخلص من المشكلات النفسية والاجتماعية بيواجه أولياء الأمور كثير من المواضيع مثل موضوع الصدمة اللي انفعالي بوجود طفل من هذا النوع الشعور بالذنب تجاه أحد الوالدين تجاه وجود مثل هاي المشكلة أحيانا المشكلات اللوم اللي بين الوالدين اللي بتصير أنه من المسؤول عن وجود هذا الطفل في الأسرة إحنا بنحاول أن نشرك الأسرة كمان في المجتمع أن ما تكون من عزلة عن هذا المجتمع بحيث أنه مش فقط اللود أو العبئ يكون على الأم فقط بل الأب يجب أن يكون له دور كذلك من نسبة للإخوة عن طريق مجموعات الدعم الذاتي كذلك من خلال المراكستاهل المعاقين إذا كان أدت هذه المرض نادرة إلى وجود يعاقة ممكن تقديم خدمات مثل العلاج الطبيعي والوظيفي والخدمات النفسية خدمات التقييم النفسي وغيرها من الخدمات الأخرى متعلقة بهذه الأطفال التوعية الصحية رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع المقابلة المباشرة مع الأهل نشوف شو احتياجاتهم عشان نشير الحاجز اللي بينه وبينهم هذا واحد من الأسباب يمكن عندهم وجهة نظر احتياجات نحن غايبة عنا ما نتناقش فيها شكا ممكن نساعد ونطور العائلة اللي عندها أي طفل معوق أو تفكر أنه يصير حمله خافي من الأطفال المعوقين شو ممكن الاحتياطات اللي واحد يأخذها قبل الحمل أثناء الحمل وإذا صدفوا صاروا بدون ما يرجعونه شكا ممكن واحد يتعامل بهذا الطفل هل هذا الطفل في المستقبل بيكون عضو فعال وإيجابي في المجتمع كيف ممكن نحطه فيها الخانة الإيجابية وأن يكون إنسان طبيعي ويتعامل كإنسان طبيعي ويعيش كإنسان طبيعي فتناقشنا من كافة الجوانب من ناحية الطبية من ناحية زرع الأجنة قبل ليطلع الطفل وأثناء الحمل وبعد الحمل وكيف وضع الإسرش كيف تتعامل مع هاتطفل من ناحية تغذيته سلوكه تربيته الاحتياطات اللي ممكن يأخذها كيف الجزء الطبي ممكن يساعد الأم وكيف ممكن الشؤون الاجتماعية يتحقق المطالب اللي احنا ما نحس فيها وهذا الشيء جيد أن يشجع الناس ويشجع العباء والمات أنه ما يفقدون الأمل إنها ممكن يكون إنسان ممكن نتعاون وياه ممكن نخلق ظروف تساعد وتخلي إنسان سعيد شاهدين الحديث أكثر عن هذه الفعالية أرحب عبدالله بن سوقات مدير تنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية حياك الله عبدالله معاكم الله يحيي تهلا عبدالله لو تخبرنا عن أبرز الفعاليات في هذه الاحتفالية ومنه كان الموجود فيها الاحتفالية هي تقام للسنة الخامسة والحمد لله ننظمها من خلال الجائزة اليوم أو البارحة في تاريخ 28 كثفنا الجهود بصورة أكثر وربطنا أكثر من جهة رسمية للتفاعل مع المرضى لأن نحن نركز على أن نشر الوعي لأصحاب القرار صحيح أهل المرضى وأصحاب الذين يعانون من هذه المشاكل أكثر ناس فاهمين أن عندهم وعي بهذه المشكلة ولكن نحن نبغي نرتقي بمستوى المعلومة إلى أصحاب القرار حالو حتى أن نستطيع أن نأخذ قرار في عمل شيء في هذا الموضوع حالو عبدالله لو تخبرنا يعني في بعض الناس ما يدرون شنو الأمراض النادرة خبرنا شو هذه الأمراض النادرة وشو السبب أنها تكون موجودة الأمراض النادرة سميت نادرة لأنها تعتبر حالات تصيب عشرة من كل مئة ألف شخص وطبعا تعود أسبابها إلى أمراض جينية أمراض وراثية خلل جيني هو اللي يتسبب فيه نقص التخلق في هذا الطفل ويولد بهذه المشكلة المشكلة أن سميت نادرة لأن قلة البحوث فيها قلة الدراسات فيها وعدم معرفة الأطباء والعلماء بأسبابها الجينية هو ما وصلها إلى أن تسمى نادرة ولكن مثل ما سبق الكلام معاك أن بكرة لو مرض من هذا اليوم يصنف تحت الأمراض النادرة واستطاعون يكتشفون الجين المسبب له والمورثات فيصير غير مرض قد تكون إعاقة ولكن لا يكون من ضمن الأمراض النادرة في أهداف حطيتوها لهذه الاحتفالية لو تخبرنا أكثر عن هذه الأهداف شوفي المبدأ الأساسي هو رفع مستوى الوعي عند أصحاب القرار نحن لما نتكلم نقول أصحاب القرار حكومتنا وشيوخنا الله يطول عمارهم توجيهات تنبيه كل ما يخدم المجتمع نحن نسعى إلى أصحاب القرار في دوائرنا الحكومية في مؤسساتنا الحكومية بحيث أن توضع مثل هذه الأمور من ضمن الأولويات وأن تكون استراتيجية أكثر منها مجرد أولويات عادية لأن التبعيات على الأمراض هذه كثيرة لو نظرنا لها بصورة عامة هناك تبعيات ذكرناها دائما أو نذكرها دائما تبعيات نفسية مجتمعية على الأسرة مجتمعية اقتصادية من كافة الجوانب ويرهق هذه الأمراض ترهق الأسرة وترهق المجتمع لا يوجد شك لأن في النهاية مرض لابد أن يأخذ لحاجة الكافية من توفير العلاج وإذا لم يكن موفر العلاج فتبقى هذه الدوامة عند أصحاب اللعاقة أو أهاليهم أبد الله من معروف أن دبي صارت وجهة سياحية طبية للعديد من الناس صاروا يجون هنا يتعالجون في الإمارات وبالتحديد في دبي شو التحضيرات اللي حين قاعدين تسوونها عشان تصير دبي بلد صديقة أو مدينة صديقة لذوي الإعاقات بحلول سنة 2020 طب العمر السؤال جدا شقين شق السياحة العلاجية حاجة قد يطول الحديث فيها هي مثل ما أنت أوجدت البنية التحتية الكاملة لاستقطاب المرضى وعلاجهم عندك في الدولة أصبحت أنت فتحت الباب للسياحة العلاجية ولكن لو تكلمنا عن الشق الثاني واللي هو وجودنا هنا اللي هو موضوع دبي صديقة للمعاق في 2020 مبادرة لطول عمر الشيخ حمدان بن محمد أطلقها حتى تسعى كافة المؤسسات والأفراد بحيث أن لا نعفي شخصنا المسؤولي في أشياء ملموسة لابد أنها تطرح والتي هي البنية التحتية من مسارات من مواقف من خدمات بكافة جوانبها بدون الذكر في تفصيلها لأن تفصيلها معروفة وما نريد أن نشغل المشاهد به ولكن كل الخدمات التي تهيئ سهولة الحركة للمعاق صحيح هذه أهم حاجة النقطة الثانية والتي هي بنفس الأهمية توفير نوعية الخدمات العلاجية لهؤلاء الأفراد أيضاً هذه غاية ثانية أو هدف ثاني نطمح إلى أن كافة الجهود التي تبدأ أنها تكون فعلاً صديقة للمعاق صحيح هذه الاحتفالية الخامسة باليوم العالمي للأمراض الناجرة شو اختلفت هذه السنة عن السنوات اللي طافت والله إحنا كل سنة أول حاجة خلينا أرجع لك بالتاريخ بصورة شريعة أول ما بدأنا على الفكرة أنا لا أسميها احتفال بالأمراض الناجرة يفترض أن لا نحتفل بالأمراض الناجرة نحن نشارك العالم لأن لو نظرنا إلى أن العالم سبقنا في عمل برامج توعوية تثقيفية بهذه الأمراض في المجتمع فأمس في هذا التاريخ هناك دول في الشرق الأقصى سبقتنا في المشاركة ودول في الغرب تأخرت عنها ولكن كلها في نفس اليوم على حسب طلوع الشمس فما نركز عليه أن نحن قبل خمس سنين كنا دولة الإمارات الوحيدة الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في هذا البرنامج اليوم والحمد لله يعني كثير من الدول العربية شاركت وشاء على خطوة الإمارات والحمد لله اللي ركزنا عليه في هذا اليوم أن شاركنا تقريبا كل الجهات اللي يفترض أن يكون لها دور فنحن نظرنا إلى البعد الاستراتيجي وكان هناك زاهم الله خير دكتورة بشرة من مجلس الوزراء شاركت بصفة شخصية حتى هناك هيئة تنمية المتسمع دكتورة عالية شيخ عالية القاسم مثل ما شفت في التقرير أستاذ روحي من مزارة العمل دكتورة عواطف البحر استشارية عقم وأمراض نسا دكتورة فاطمة بستكي طبعا استشارية أمراض جينية ودكتورة فاطمة الجسمي القصد من هذا أننا شاركنا كافة الجهات بما فيها دكتورة لينة أميري اللي شاركت في المبدأ تغطية الأمور النفسية من جامعة إمارات ومستشفيتهم فإحنا ربطنا كافة الجهات وأيضا كان الشيخ خالد إسماعيل طرح فكرة الرحمة لأن مبدأ التراحم أيضا هو ما يؤدي إلى دمج الناس في المجتمع على أوها أو لا المرضى في المجتمع عبد الله لو نتكلم عن الأمراض النادرة قبل لها وسألتك قلت لك سميلي بعض هذه الأمراض قلت لي هدى الأمراض كثيرة ولو بقعد أسميها تختلف خلينا نتكلم عن شو سبب نشأة هذه الأمراض هل هي يعني ممكن تكون أعراض وراثية أكثر من أنها تكون جينية أعطينا تفاصيل أكثر وكيف ممكن اليوم في مجتمعاتنا تخلي الناس يتفادون هذه الأمراض وما يوصلون لها هي لما نقول جينية هي وراثية هي تبعية لها مسببات وراثية في التخلق ما بين الأب والأم في تركيبة هذه المورثات وبين قوسين عبدالله هل الزواج الأقارب سبب من أسباب هذه الأمراض هو سبب رئيسي هو سبب رئيسي يعني مبدأ عندنا في الدين تباعد وتصحه رسول الله صلى الله عليه فالمبدأ موجود ولكن نحن لا نقول أن كل الحالات من زواج الأقارب لأن لو تنظرين إلى الشخص إذا كانت زوجة أو زوج هي سلسلة المورثات اللي في عائلتها ممكن حتى ما تكون عندها ممكن تكون عن جدتها أو جدتها أو غيرها ممكن ممكن وتكون في جينريشنز في أجيال أجيال ما تطلع في مجموعة بعدين تطلع بعد خمسين سنة أو عشرين سنة على حسب الحالات طبعا الجهود اللي لابد أن نحن نكثفها ونطمح لها ونسعى إلى أن نركز عليها لا نستطيع أن نمنع زواج الأقارب ولا نستطيع أن نطالب بتشريع يمنع زواج الأقارب صحيح لأن هذا لا يمكن ولكن المبدأ الأساسي اجتهدنا عفوا في أمور كثيرة استطعنا على مستوى دولة رمارات أن نخرج بقرار من مجلس الوزراء بفحص ما قبل الزواج والذي هو شيء مهم جدا مهم جدا وفحص في كل دول العربية تقريبا نعم وهذا الجهد يمكن اليوم ليس على مستوى الطموح لأن هناك فحوصات محددة نحن نبغي نفتح مجال الفحوصات هذه وحتى نفتح مجال الفحوصات هناك لابد أن يكون هناك وعي عند الأهالي عند الشباب نفسهم لأن إذا لم يكن الشاب والشاب واعين في مبدأ دراسة حالتهم من ناحية الجنية والأمر عند الله سبحانه وتعالى أن هل هذا الناتج من الزواج ممكن يؤدي إلى بعض الأقناع أو لا فأمور كثيرة نحن إهمنا في نهاية المطاف هو أن نرقى بمستوى الفكر والوعي إلى قد لا نستطيع أن نصل إلى غايتنا في هذا الجيل صحيح لأن الرقي في المدن وفي المجتمعات لا يقاس على مستوى السن صحيح يقاس على مستوى أجيال وعقود من الزمن نحن نتمنى أن نصل في رفع مستوى الوعي هذا على الاستمرارية فيه وسائل الإعلام لها دور كبير أن توصل رسالتكم وأهدافكم عبدالله لو تخبرنا طرحته العديد من القضايا اللي تخص الأمراض النادرة في هذه الفعالية لو تخبرنا عن أهم القضايا اللي طرحت المبدأ الأساسي إحنا الغاية اللي وضعها شيخ حمدان براشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وراعي الجائزة من أساس نشأة هذه الجائزة هو التركيز على رفع الوعي في الخدمات الطبية وتطوير الخدمات الطبية شعار العالمي للأمراض النادرة في هذه السنة هو يدا بيت فتوجهنا كان مثل ما قلنا في البداية أن نحن نركز على أن نربط رؤية الأهالي ومعاناة الأهالي جبنا المؤسسات الرسمية التي يفترض أن تدعم وتقوم بهذا الجهد للدعم ولكن أيضا مطالب الأهل ومعاناة الأهل لا يمكن أن تصل إلى لو وجدنا لها مجال معين وهذا ما سعينا له ففتحنا الباب من خلال الاحتفالية البارحة بأن يكون هناك باب للتواصل لكل أهالي المرضى من خلال مكتب الجائزة ومن خلال المركز العربي للدراسات الجينية بحيث أن يجمع المعلومات ونحاول أن نوصلها بأنسبة طريقة للمسؤولين حلو عبدالله بما أنك تكلمت عن الأهالي أش كثر الأهل يعانون لما يكون عندهم مصاب بهذا المرض النادر خصوصا أنه ما في علاج وكيف أنتم ممكن تساعدونهم لأن قلت لي قبل شوي ما تجرأ أبحاث على هذه الأمراض النادرة كيف ممكن توصلون صوتهم وتساعدونهم أنهم يحصلون علاج لهذا المرض؟ نحن ما نقول ما تجرأ بحوث نحن نقول لم تجرأ بحوث حتى الآن لندرة هذه الحالات ولكن هناك جهود على مستوى العالم وأهم جهد هو خروج منظمة الصحة العالمية بفرض هذا اليوم واختيار تاريخ 28 كونه أيضا يعتبر يوم نادر على مستوى أشهر السنة فاختياره كان أيضا في هذا الإطار المعاناة الأهالي ليس على مستوى الأمراض النادرة ولكن على مستوى الإعاقة بصفة عامة ويمكن حتى مبحتة على مستوى الإعاقة مجرد إذا كان عندهم طفل مشاكس كل هالأمور هذه تسبب عبء على العوائل ولكن أهم ما يربط هالأمور هذه اللي نحن نطمح له أن تكون المؤسسات أبوابها مفتوحة أن تستطيع الأهالي الوصول لهذه الأماكن لأن جهدنا نحن متركز على أن نتلمس أهم الأمور الحساسة بحيث أننا نستطيع أن نوصلها للجهات الرسمية الجهود نتمنى أن لا تقف أكيد تكون لبنى من عندنا ولكن أيضا نحن محتاجين أنتوا مثل ما تفضلتين الإعلام الشريكي استراتيجي وإحنا من برنامج سيدتي رح ندعمكم إن شاء الله مبارك الله بيتم عبد الله كلمة أخيرة توجه في آخر هذا اللقاء المشاهدين اللي قاعدين يطلعون الحين وكثير منهم ممكن يروحون لزواج الأقارب نصيحتك لهم سواء في التعامل مع هذا المرض إذا وجد عندهم في العائلة ونصيحة لناس اللي تزوجون من أقاربهم أهم الحاجة أختي أهم الحاجة في الموضوع أن إذا فيه إمكانية وهذه توصيل إذا فيه إمكانية أن الأهالي اللي عندهم أطفال عندما أمراض ناجرة أو معاقيم يكثفين الجهود ويحاولون أنهم يخرجون بمجموعة أو جمعية لأن اليوم قوة الضغط من خلال مجموعة صحيح على المؤسسات قد تكون أفضل من الركضة خلينا نسميها في طلب مساعدة في هذا وطلب مساعدة أهم حاجة اليوم لكافة الشباب في حصولي يا جماعة الحكومة فاتح المجال موفرة كل الحاجة صحيح فقضية الفحص ليست بمعضلة معضلة هذا الفكر هذا الدماغ الذي نحن يحتاج أن نوازن الأمور بصورة أفضل أكيد كل التوفيق لكم أخي عبدالله بن سوقات إن شاء الله أهلا نحاول من خلال برنامج سيدتي ومجلة سيدتي إننا ندعمكم وشكرا لحضر لك معنا بارك الله فيكم أشاء الله يوفيجكم إن شاء الله شاهديننا رح نروح فاصل ونرجع كم الفقرات سيدتي لا تروحوا لبعيد في سيدتي بعض الفاصل معرض التاجر الصغير يكشف عن المواهب ويلغي ثقافة العيب